احمد لما لقى الرئيس عبدالفتاح السيسي راح زار جيبوتي فبسرعة جاي اعلن قال انحنا عملنا طريق 60 كيلو بينه وبين جيبوتي وده حاجة على عمول من زمان الطريق اللي بين جيبوتي وبين اثيوبيا لانه يا جماعة عشان تبقوا عارفين في الخريطة هات الخريطة يا براهين واسمعها اثيوبيا دولة حبيسة ما عندهاش مواني على البحر الاحمر او الملحيط فكل صدراتها او وارداتها تجارتها 90% عن طريق جيبوتي فهو جيبوتي تستفيد طبعا يعني هو العبور والمرور التجاري عن طريق جيبوتي فمحتاجين طريق الصين عملت لهم طريق في ظل منظومة الحزام والطريق فده قديم لما الرئيس يصراح لجيبوتي الاخ ابي احمد اهو بسوا يا جماعة ده ده طالع من اثيوبيا اهو ده الخط اهو اهو ده الخط صحولي 60 كيلو بينقل تجارة اثيوبيا من اثيوبيا الى الى جيبوتي الخط ده بقول لحضراتكم اهو بياخد ساعتين وربع من المدينة دي لكن في كل الاحوال اهو 132 كيلو اهو اهو 132 كيلو هو عندهم الطرق كده وليد يعني مش طريق الصحراوة عندنا يعني ده طرق معمولة يعني بالدبش والدقشوم البلد دي زي ما انتوا شايفين ما عندهاش مواني فبيطلعوا كل تجارتهم عن طريق جيبوتي والكلام ده معمول من زي ما احنا قلناه في البرنامج هو طلعوا بيان بيان بارح وكأنه بيردقوا للشعب اليسويب انا مركز يعني